الانتخابات الرئاسية عشرين اربعة وعشرين ودي طبعا هتستمر لثلاث ايام هتبدأ من الحد للثلاث والمرشحين عبدالفتاح السيسي ورئيس حزب الوفد عبدالساند يماما ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر دول الاربعة وللناس اللي مش عارفة تقدر تنتخب من فين في عملوا برضو موقع للأليكشنز تقدروا تعرفوا من خلاله المقر بتاعت الانتخابات بتاعتكم وهو الموقع www.elections.eg ده تقدروا تدخلوا فيه الرقم القومي او رقم البطاقة national ID وتعرفوا من خلاله وتقدروا تروحوا تنتخبوا فين بالزبط وخلينا برضو نقول لكم ان وزارة الكهرباء اعلنت ان مش هيكون في قطع الكهرباء طول الثلاث ايام بتاع الانتخابات ودي طبعا حاجة يعني خبر جميل برضو تشاركونا ايه رأيكم في الموضوع ده ايه رأيكم ان الكهرباء مش هتقطع فيه فترة الانتخابات انا يعني عايزة بس يعني بقول الوزارة يا ريت والنبي بس نكمل بعد الانتخابات ده نجيب سويرس قاله قال طب وبعد الانتخابات يعني هل هتضلم ولا هتفضل مش مقطوعة ولا ايه بالزرع انا اصلا حسا على فكرة هم بقال ما عرفش عن يعني عندنا احنا بقالها كام يوم مش بتقطع اوكي اي فينك عندنا برد مش بتقطع او يمكن تكون بتقطع واحنا نايمين الله عالم بس يعني هي كانت المعظم التوقيتات كانت اما مثلا ساعة الصبح وساعة مثلا دلوقتي ما بقتش تقطع في التوقيتات دي خالص هي المشكلة يعني جات فترة كان بتقطع انا بتكلم تحديدا عن منطقة الشيخ زايد اوكي وكمان في منطقة الشيخ زايد بردو فيه كومباوندات كتيرة فحتى جوه اي كومباوند مش بيقطعه كله مرة واحدة بيقسموها مرحلة مرحلة فانا حتى ممكن مثلا العمرات اللي قدامي تكون منورة اوكي عندك مقتوم اطا عندي فهم مثلا بيطاعوا مثلا يعني البلوك ده من اثنين لاربعة مثلا واحنا من ستة لتمانية اوكي متأسما مراحل انا نحس انه احسن اطاعونا كلنا مع بعض ليه كده عشان يعني فنخلص كده مرة واحدة يعني نحس ان نخلص كلنا مرة واحدة يعني اي هوب ان هما ان شاء الله ما اطاعوهاش خالص حتى بعد الاندخابات يعني ما تتقطعش احنا محتاجين نعرف يعني او محتاجين يكون فيه سات تايمينج عشان الناس ما ستتفاجئش صح لانه لذلك الناس اللي بتستعمل او يعني اصنطير الناس الشركات بتاعتها متوقفة على الكهرباء يعني انا كان في فترة تقريبا في ترشيد الاستهلاك ده في الويك اند كنت تقريبا بنشن تحديدا على ان انا انزل اخرج وقتك كهرباء لانه هو كان بتقطع تقريبا تلاتة اربعة حوالي around that time وانا كنت يجولي في الويك اند بخرج around that time فكل مرة لايزي منزل تلات دور انا في دور التالت لايزي منزل تلات دور انا في دور التالت لايزي منزل تلات دور انا السلالم بقى صعب قوي بزيت لما انت شايل حاجات بقى كمان even worse لو انت نزلة بقى للجراش بقى كمان completely darling بقى ديلك كمان دور افضل دلم المشكلة كمان مش بتكون safe خالص يعني الموضوع مش بيكون امان في الدلم بالليل برضو مرة رجعت في وقته ما كان قاطع برضو واللي هو انت انا ماشية بالفلاشلايت ومتعرفيش هتطلع لك مين قدامك هتطلع لك ايه فما فممكن بترابع للسلالة يعني خير ان شاء الله موضوع الترشيدة ان شاء الله او ان شاء الله ما تقطعش خالص بعد الانتخابات حتى على الاقلاء دلوقتي احنا داخلين يعني على الشتاء فالموضوع مين من شوية من التكيفات وكده يعني بصي فيه positive side يعني لما كانوا بيطاعة كان عشان يخففوا الأحمال دلوقتي بصراح مش شايفة يعني فيه سبب مقنع قوي ولكن يعني بيهوب ان هما ما اقطعهاش فالليل صبت